كله تمام عايز أبدأ معك بمشهد الشواطئ مبارح لأن في البعض بيستسهل وكان معنا حتى السيدة المحافظة على التليفون فقال للبعض قال لا ده مائة البحر والهوى ممكن ما ينقلش الفيروس والدنيا تمام جدا ما فيش مشكلة لا إزاي الفيروس أصلا فيروس تنفسي هو صحيح ما زال كلمة أنه انتقل عن طريق الهواء دي هاتم السابتة لكن برضو مش منفي يعني أنه هو انتقل عن طريق الرزاز لأنه دروبلة انفكشن لكن لو أنا في مجتمع من الناس في مكان ما عدد كبير من الناس سهل قوي يبقى الدروبل الدية اللي هي القطيرات الهوائية تبقير بورن لأننا كده مسافات قريبة جدا من بعض غير الناس في المصائف أو في البحر طبعا معرض جدا لأعراض البرد العادية إنه متعرض للشمس والماء في وقت واحد فده متعرض إنه يجي له عراض تنفسية حدة في الوقت والتو فسهل قوي أن أي حد هيعتص هيكوح هيين المرض للجنب وده تبقى مشكلة كبيرة جدا 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 يعني إحنا بنقول إلزم منزلك يعني نشكر الحكومة طبعا وقال سياسيا هي بتاخد خطوات متدرجة ولكنها فعالة النهاردة لما نقول 48 ساعة في البيت إحنا بنتحمل الاقتصاد بتحمل عادة العامل في بيته وعادة الموظف في بيته مش عشان يطلع يروح مصير البلد تحملت الجزء المهم إنه الاقتصاد وإنت كمواطن متحمل جزء كبير جدا من سلوكك في الصح تحمل نفسك لأننا نتكلم كمان يعني أفهم بس الناس يعني إيه مرض وبائي المرض الوبائي أو الوباء هو مرض مجتمعي إحنا متكلم على مرض مجتمعي أنا متكلمش على مريض قلب عنده مشكلة في الصمام أو مريض كبد عوز يزرع كبد هو بمفرده وبأسرته اللي بيشيله المشكلة لكن أنا متكلم على مرض مجتمعي يعني أنا لو محافظتش على جاري المرض هيجيلي أنا مش مطلوب مني في الوباء اللي أنا حافظ على النفسي ده حافظ على النفسي خلاص ده أنا أكيد هعمله لكن لازم كمان أحافظ على جاري لما لقي جاري أو موظف أو زميلي أو مواطن في الشارع اللي أنا ساكن فيه بيتخذ إجراء خطأ لازم أخليه يقف على هذا الإجراء لأنه هو في النهاية لو أنا معلش معاه كده هو هيصيب ننا هيكون هو مصدر العدوة ليه فلما لقي مجموعة من الناس نازلة شاطئ في شهر مارس اللي هو فينش طبيعي أصلا الناس تنزل فيه مصايف ده أنا أعتقد أنه هو فيه نوع من الاستخفاف بصحتهم وصحة الآخرين لازم الناس تلتزم احنا بقول لازم منزلك لازم تلتزم كبار السن وأنا بقول معلومة يعني يعني كبار السن لحالات الوفيات كبار السن ما خرجوش من البيت معظمهم اللي خرج زويهم خرجوا جابوا لهم مرض ورجعوا فحضرتك لو أنت شايف أن أنت شباب وصحتك كويسة وقدر تنزل بتبالك من زويك اللي أعادين معك في العمارة خف على أهلك وخف على أجارك وبعدين المرض الأمراض الوباءية أمراض مجتمعية ولاست أمراض فردية فأنت بتحافظ على أجارك وتحافظ على أهلك وتحافظ على الناس اللي شايفين معك في المصنع أو الناس اللي ساكونوا معك في العمارة عشان خاطر نفسك نحن نتعدي مرحلة نفسك دي خلاص ده أمر على حد ما نحافظ عليه كما أنا مطلوب منه أن أحافظ على الآخرين وأنا ماشي في الشارع عندي الوعي الصحي اللي أنا أقول للمواطن خد بالك خد بالك خد بالك البعض يا دكتور محمود دلوقتي بيقول طالما المكان مفتوح فما فيش أزمة يعني البعض بيفكر كده يقول المشكلة بتكون في الأماكن المغلقة أكتب لا يا فندم لا احنا متكلم على أو عدوى عن طريق الرزاز أو القطارات لو حد عطس أو كح القطارات النزل ده هتنزل على الأسطح الأسطح دي الحاجة اللي ثبتت بالدليل القاطع أن الأسطح هي أكتر مكان أو تلامس الأسطح أكتر وسيلة لنقل العدو هتلي بقى مصيف أو مكان ما فيهوش تربازات ما فيهوش شمسيات ما فيهوش ناس قاعدة ما فيهوش بعجالين ما فيهوش ناس تتحرك بدون وعي حياة حياة؟ لا لا طبعا لا خطر جدا نزولش ناس للشارع بدون سبب خطر حقيقي طيب كان لازم أبدأ بهذه الجزئية؟ ترجمة نانسي قنقر